السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا اصدقاء? اتمنى يا ربي تكونوا بخير. اهلا بكم مع احمد صالح. وباللقاء جديد ضمن برنامجنا البواربوينت. كيف نعمل تأثير على اي منظر لأي صورة انا باستخدمها ضمن عرضي للافكار في برنامج البواربوينت. كثير من الاوقات من صلة الضوء باستخدام صورة معينة وكلمة افتتاحية لعنوان معين. فاستخدم الصوريات لتغطية المساحات الفارغة. وبتكون اكتر جمالية وجاذبية في العروض التخديمية. لكن الفكرة في الموضوع كيف انا اعمل على صورة بطريقة جزابة وغاية بالروعة بحيث انه هي تساهم معي في الانطباع البصري اللي معلومتي اللي انا بقدمها للجمهور ايا يكل المحتوى اللي عمالي بقدمه ضمن استخدام برنامج البواربوينت. قبل ما نبدأ اصدقائي لو تكرمتم اطلب منكم فضلا ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات. واذا كنت في جديد على قناتنا لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك منها كل جديد. ولا تنسى انك تعمل شوية لفة وشوية وعملية البحس ضمن قناتنا سواء كان ضمن قوائم التشغيل راح تشوف العديد من قوائم التشغيل والافكار يلي قدمناها سواء كان في او كان بالتصميم او كان بالمونتاج او كان من الاسرار اللي بحمل اليوتيوب. اتمنى ان شاء الله تصادف شيء يسعدك وشيء تكون انت محتاجه وتزيد من مهاراتك التقنية بالعموم. سواء من قائمة الفيديوهات فيك تشوف الفيديوهات اول باول بتنزل بهذا التسلسل او انك تنتقل الى قوائم التشغيل وتستعرض كل العنوين لكل كورس معين عم نقدمه ببند او وان معين. كمان لو تكرمتم لا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف يلي بقدم عليها او بقدم فيها الاثر الشعري والخطابات الخاصة بالعلاقات وما شابه ذلك فاتمنى منكم تكرما دعمي على قناة حكاية شغف بمتابعة هذه الفيديوهات وهذه المحطات واكيد رأيكم جدا يسعدني وبهمني الانطباع وبهمني الرأي حتما لحتى استمر باي محتوى بيكون هو مناسب لحضراتكم. كمان قبل ما نبدأ ونتوجه الى برنامج الباور بوينت راح نتوجه الى موقع لحتى نحمل منه اول صورة ونستخدمها بطريقة جدا احترافية لعرض الافكار وجعل فيها واحياء للصورة. طبعا رابط الموقع كالمعتاد راح يكون في صندوق الوصف جاهز لالكم تستخدموه وهو بالمجان طبعا وتحملوا صور منه بدقة عالية. بعد ما نختار الصورة راح نقر على مفتاح ومن ثم بعطيه تفعيل انا لست برنامج روبوت وانكر على مفتاح مرة تانية. بحدد المكان اللي هو مسلا على سبيل المسال. ومن ثم مفتاح خلني اتوجه الى برنامج الباور بوينت. الان اصدقائي راح نجهز الكادر العام قلي بدي استخدم في الحركات على الصورة. قبل ما ابدأ بادراج الصورة خلني ابدأ بالشرح على الشكل التالي. نتوجه الى ادراج. ومن الاشكال راح نختار شكل المستطيل. بنقر مع السحب لحتى ارسم مستطيل على قدر مساحة شريحتنا بالضبط. تمام يا اصدقائي? بادي الشكل بالضبط. بختار لالو بدون اطار. بختار منه كونترول زائد دي. يعني بعمل شو نسخة تانية. خلنا نغير اللون. وليكن معاي مسلا هذا اللون. تمام? وبنحرك المستطيل على هذا المكان. وبنعمل شوية التفاف للمستطيل. وبسيط شوي بمساحته. تمام? بهذا الشكل بالضبط. خلنا نتوجه الى قامة العرض ونفعل خطوط الارشاد راح تساهم معي في موضع رسمتي بالضبط. وليكن معاي مسلا بهذا الشكل المتصف الشريحة. بهذا الشكل. فخلنا نصغر المساحة اللي هون. لحتى يكون متحكم اكتر. خلني انقر باليمين. ونتوجه الى تنسيق الشكل. ونعمل شوية شافية للشكل حتى يكون الامر واضح لاليم. تماما. الان خلني اختار منه زائد دي. نسخة تانية. اعمل منه نسخة تانية. ونسحبه على هذا المكان. وخلني اغير له اللون. وليكن معاي يكون مسلا بهذا اللون بالضبط. كمان راح نعمل شوية التفاف لالهم. وليكن بهذا الشكل. وخلني اسحب ويكون معاي مسلا بهذا الشكل بالضبط. الان راح اخد الشكل الاول. المائل طبعا المستطيل المائل. اختار منه زائد دي. اضغط مفتاح الشفت. وبحرك على المكان المقابل لالهم. وبرجع بنكر وبسحب للاسفل. كمان وانا اضغط على مفتاح الشفت حتى يكون معاي تقريبا بالمكان. يعني يكون بالجهة المقابلة. لكن بطريقة معكوسة. يكون معي شو? معكوس. اسناء العرض بالاخير راح يدي بان معنا التأثير والمظهر تماما. خلني ارجع اختار المستطيل التاني. اختار منه زائد دي. اضغط الشفت وبحرك كمان بشكل اه مستقيم. طبعا ارجع اترك الموس وبرجع بضغط الشفت وبنكر مع اسحب للاسفل. تمام? خلني فقط اني انا اعدد الوضعيات بهذا المكان. لحتى نشوف انه الاشكال صارت تقريبا متعاكسة. الاشكال صارت معاي متعاكسة. وهذا لمحتاجه بهذا التأثير. الان اصدقائي راح حدد المستطيل الاول هاد. اضغط كنترول ومنحدد المستطيل التاني. خلنا نطبق تأثير الظل. فبنختار الظل واللي يكون عندي يا اليمين. ليكون معاي الظل بهاد المكان. خلني اختار واللي يكون عندي مسلا الشافية الى سبعين بالمية. الضابية نزيدها الى تلاتين بالمية تقريبا. وضع بيكون جيد. تمام. نفس الشيء هدول الشكلين. برجع بختار الظل يكون معاي الى اليسار. تمام? نفس المبدأ منزيد الشافية الى السبعين. والضابية كمان الى تلاتين. الان المستطيل الاول اللي رسمناه. هذا المستطيل الاول. ذكرتو اول واحد. تمام. هذا المستطيل راح اخد منه نسخ فقط لغير. يعني كونترول زائد سي. تمام? واترك الامر موجود عندي اياه بالحافظة. خلني احدد الشكل الاول. هذا الشكل الاول. تمام? اضغط كونترول وبحدد المستطيل. ومن دمج الاشكال راح نختار التقاطع. فبقي عندي فقط اهيدة المساحة. متل ما انا شايفين بالضبط. خلني ارجع اضغط كونترول زائد في للمستطيل اللي عملت له شو? عملنا له رسق. ونرسله لوين? الى الخلفية. تمام? الان برجع بحدد المستطيل اللي شايفينه وهذا المائل اللونه اخضر. اضغط كونترول وبرجع بنكر مرة تانية على المستطيل الخلفية. وايضا من دمج الاشكال بنرجع بنختار تقاطع. الان برجع بختار كونترول زائد في مرة تالتي. وخلي يكون عندي ايضا بيئة الخلفية. برجع بحدد هذا المستطيل اضغط كونترول ومنحدد على المستطيل الاصلي الكبير طبعا. وكمان من دمج الاشكال بنختار. ولسه الامر موجود عندي اياه بالذاكرة كمان بختار كونترول زائد في. بنرجع بنرسله الى الخلفية. وبحدد المستطيل الاخضر المتبقي معنا. اضغط كونترول مع هذا المستطيل. وبنرجع كمان بناخد تقاطع لحتى انا احصل عندي على هي الاجزاء. برجع باخد كونترول زائد في. وبناخد بالاخير رسالة الخلفية. بكون صار عندي خمس اجزاء. وهذا هو الكادر اللي انا محتاجه بتصميم شريحة اليوم. فعندي هذا الجزء الاول. وعندي التاني. والتالت والرابع. والخامس. اختار كونترول زيد. لحتى نرجع ترتيب الاشكال. متل ما كانت بالضبط. الان باختصار. انا ضمن مساحة الشريحة اللي هون. لو نقرت باليمين. فيعطيني الامر تنسيق الشكل اللي نقر عليه باليمين. طيب انا كيف دي اتوجه الى تنسيق الخلفية. ركز معي عن نقطة الي هون. باجي الى مكان فارغ يعني خارج نطاق الشريحة. انقر بيمين. تطلع لي امر تنسيق الخلفية. وضح لالنا. تمام. يعني انا لما انقر ضمن فراغ الخاص بتصميم الشريحة. ما رح يعطيني الامر تنسيق الخلفية. وانا محتاج. اني اوصل تنسيق الخلفية فقط انك انت انكر بخارج نطاق فراغ العمل باي مكان تمام انكر باليمين وبنختار تنسيق الخلفية. رح نختار تعبئة بصورة ومن روحي الى ادراج ومن ملف ومنختار الصورة يلي قمنا بتحميله ومن ثم ادراج. تمام يا اصدقائي? الان الصورة صارت معي بخلفية الشريحة. بالضبط. الان يا اصدقائي رح اضغط على مفتاحي كنترول زائد اي? يعني قم بتحديد كل الاشكال اللي انا قمت برسمة المستطيل الكامل. وهي الاجزاء اللي قمنا باقتصاصها على هذا الشكل. وبتوجه الى تنسيق في عندي امر هون اسمه تعبئة خلفية الشريحة. يعني عبئ هذه الاشكال كلها من الصورة المدرجة وين? بالخلفية. رح نفعله. رح نشوف انو انا احصلت على كل هذه الاجزاء موجودة عندي اياها لكن من وين? من او معبئة من تنسيق الخلفية بالضبط. الان مشان هاي الاشكال تبدأ حوافة او يبدأ الظل بالظهور بشكل اجمل من هيك. رح ارجع اعمل شوي التعديل على الظل. بحدد الشكل اول وبنقر على الكنترول وبنحدد الشكل التاني. بنرجع الى الظل ونشتغل شوي بالخيارات. يعني مسلا رح انقلل شافية شوي. نزيد الضابية شوي. والمسافة رح نزيدها حبة اضافية. لحتى يعني هذا الظل يبان معي متل ما نشايفين بالضبط. تمام. هو ليكون عندي مسلا هون عشرة نقطة للمسافة. نخلي احدد اتنين مع بعضهم البعض. بضغط على عشرة. تمام? بهذا الشكل. وعندي هون مسلا الشافية نتركها خمسين. تمام? والضبابية الى عشرة. برجع الى هدول الشكلين. بحددوا مع بعضهم البعض. تمام? الشافية رح نسويها. خمسين. والمسافة رح تكون معاي عشرة. حتى نحصل على هيدا الجمالية او هيدا تكسيرات بالصورة يا اصدقائي. لاننا لو شغلنا شريحتنا رح تكون معاي الان بهيدا الجمالية. لان رح نشتغل مع بعض على ما يتمهلنا بالتأثيرات الحركية. لحتى نعطي الايحاء البصري الجميل. ليعرض هيدا الصورة. وخطوة بخطوة مع بعض. ركز معي. رح نتوجع الى حركات ونفعل جزء الحركة ونتركه لانا هنشتغل عليه الان. رح حدد الشكل الاول هاد. اول شكل. وبتوجع الى اضافة حركة ومنختار خطوط. شو بنختار? خطوط. طبعا الوضع الافتراضي رح يكون معي الخط لوين? للأسفل. رح اتوجه الى خيارات التأثير. ومنختار يتحرك معي لوين? الى اليسار. لوين? الى اليسار. طيب ازا حبيت انو انا اشتغل على خط من نهاية اضغط شفت. وبزيد وبنقص تمام? وبحرك بالمسار. يعني لاي مكان انا محتاج يكون عندي اواصل. انا بختاره مسلا. تمام? فما انا محتاج المسار يكون معي او يخرج معي الشكل على هيدا النقطة بالضغط. خلني اختاره مسلا هون عندي اياه مع السابق. ونزيد لمدة زمنية وليكن معي الى اربع سواني. تمام? بهذا الشكل. انقر باليمين وبتوجه الى خيارات التأثير. البدء وانهاء متجانس رح ننقصها الى واحد ثانية. خلي اكتب واحد ثانية هون. وعندي هون كمان واحد ثانية. وخلني نعمل عكس تلقائي. يعني لما ينتهي التأثير. يرجع مرة تانية. تمام? طيب. وبجيب الى التكرار وخلني اختار مسلا حتى نهاية الشريحة. وانكر على موافق. خلنا نشغل ونشوف كيف صار معنا التأثير. تلقائيا تحرك معي الشكل بهذا المظهر الجميل. طبعا بالزهاب والاياب. تمام? طالما انا بالشريحة هو رح يضلوا يتحرك بهذا الشكل. خلني ارجع انقر عليه مرة تانية. وبنختار ايضا اضافة التأثير. ونحمل حركة اضافية عليهم. اللي هي مسلا النمو والتقلص. يعني يكبر الشكل اثناء التحريك. تمام? خلني اختار يكون ايضا مع التأثير السابق. وعندي المدة ايضا تكون عندي اياها اربع سانية. تمام. بنكر باليمين بتوجه الى خيارات التأثير. نفس المبدأ بيكون عندي هون. في البدء واحد سانية. المتجانس. وكمان بالانهاء يكون عندي اياه واحد سانية. عكس تلقائي. تمام? والتوقيت خلي اياه يكون كمان عندي تكرار حتى نهاية الشريحة. الان احني لو شغلنا رح يكون معي بهذا الشكل بالضبط يا اصدقائي. تمام? هذا التكبير والتزيير. تمام? والتحريك مع بعض البعض رح يكونوا معي بهذا الشكل. الان الحركة نفسه او التأثير التاني ايضا فيه له خيارات. فيه له مسلا التحريك افقي مسلا او عمودي. طبعا التكبير. الزوم افقي او عمودي او كلاهما. خلني اختار مسلا افقين بهذا الشكل. خلنا نشغل ونشوف. فلما نشغلناه فهو رح يتحرك لعسار وايضا يعمل زوم نفس المبدأ. ونفس المبدأ بيرجع بخطوة معاكسة. متل ما انا شايفين بالضبط. الان هذا الشكل نفسه اللي اخذت له التأثيرات رح اطبق نفس التأثيرات لكن على الشكل التاني. فلحت ما اعيد نفس الخطوات. ركز معي شوي. وانا محدد على الشكل بجي بنقر على ناسخ الحركة. وبطبق وين على الشكل التاني. بالضبط. الان احنا لو شغلناه رح نشوف انه معاي التأثيرات بهيدي الجبالية يا اصدقائي طبعا بالزهاب والاياب. بكل بساطة. الان برجع بختار الناسخ الحركة ومنطبقها وين على الشكل التالت. تمام? وبنرجع ايضا بختار ناسخ الحركة ومنطبقها على الشكل الرابع. ورح نسوي شوية التأثيرات او شوية تعديلات حسب الجي فقط لا غير. هذا الشكل بدل ما يكون يتحرك عندي لليسار لازم يتحرك لليمين. فباجي الى التأثير الاول. هذا التأثير الاول خيارات تأثير وبغيرها لوين? لليمين. نفس الشيء الشكل التاني بدل ما يتحرك الى اليسار خلي يتحرك معاي لليمين. فبحدد على التأثير او المطلوب وبروح الى خيارات التأثير وبجعل الحرك لوين عنديا لليمين. فقط الان بقي عندي موضوع المدة الزمنية لعرض الشرائح. تمام? بس نتأكد منها. عندي هون مسلا الاربعة الثانية متل ما اخدناها. والتأسيد التاني رح يكون معي اربعة. والتالت كمان رح نجعله اربعة. تمام? والاخير رح يكون معي اربعة. الان احنا لو شغلنا العرض التقديمي والشريحة. رح يكون معي اصدقاء بهيدة الجمالية. متل ما انا شايفين. طبعا الشاشة رح تضلها سابتة وموجودة. تمام? ويكون معي ايحاء الحركة بهذا الشكل بالضبط. الان رح اخد وبقي عندي الشكل الداخلي. هذا الشكل الداخلي نفسه المستطيل الاصلي. تمام? نفسه. رح اطبق عليه نفس التأسيرات. فخلني انقل على اي شكل وبنختار ناسخ الحركة وبنطبقه على الشكل الداخلي. تمام? طيب. الان رح نعمل شوي التعديلات فقط بسيطة. يعني على سبيل المسال. على سبيل المسال ماني محتاجي تحرك لليمين بمقدار طويل كتير. فخلني اني قسر المسار على سبيل المسال اضغط وبحرك لليسار مسلا يتحرك فقط معي بهيدي الحتة فقط لا غير. هذا واحد والخيار التاني اللي عندي اياه. الخيار التاني الخاص هو موضوع التكبير والتصغير او الزوم. فانا بختار يكون عندي اياه من المنتصف. خلنا نشغل ونشوف بس اني يتأكد من السراعات انه هي عندي اياه لاربعة ثانية. هلأ بنشغل. وبيكون عندي الحركة كاملة للشريحة بهيدي الجمالية. بالزهاب طبعا والاياب. تمام يا اصدقائي? الان نتوجه الى ادراج ومن ورد ارت راح اخد شكل ورد ارت. ومنلصق او بنكتب نص اي نص نحن محتاجينه. انا كنت محضر اذا النص. تمام? هون عندي فاصلة. طيب. خلني اختار لون النص يكون معي باللون الابيض. وبنعمل لنص. وبناخد على سبيل المسال يكون معي على سطرين. خلني اسحبه مسلا يكون معي بهالمكان. وليكون بالضبط. نعمل شوية التوسيع للحروف. تمام? النص السفلي ممكن اني انا ازغره شوي على سبيل المسال. ويمكن نعمل مسلا حركات يعني اضافية. يعني مسلا اني اكبر حجم النص الاول. تمام? والاخير مسلا. تمام? ليكون معي مسلا بهذا الشكل. خلني احدد وترجع الى تنسيق. والمحاضة يكون الى الوسط والى المنتصف. ليكون معي في منتصف الشريحة. وانا محدد على اطار مربع النص طبعا. بجي باختار نقل الى مستويات طبعا بالخلفية. لحتى يكون معي خلف الاشكال الاربعة. ويكون امام المستطيل الكبير. فالان احنا لو شغلنا. راح يكون معي النص يظهر بهي الجمالية. وبهذا الشكل راح يظهر. ويختفي. وفينا انا اقدم معلومتي. واقدم عرضي فتاحي. لاي شريحة انا حابني اصممها. واستخدم فيها الصوريات. وكيف اني انا اعمل اي تأثير حركي على اي صورة. هاي دي الشريحة راح تكون معك شريحة رئيسية. تمام? كل ما هو عليك انك تغير فقط الصورة بالخلفية. الصورة بالخلفية والكلمات. يعني على سبيل المسال. خلني انقر باليمين. اختار تكرار للشريحة. خلنا نتوجه للموقع الخاص بالصور. وندور على صورة تانية. ناخد صورة تانية. ونجرب كيف راح يكون معنا المظهر. واللي يكون على سبيل المسال. خلني اختار هاي الصورة. نختار هاي الصورة. بدأت امفتاح الداول لود وبنحمل الصورة. متل ما حملنا الصورة الاولى. اختار مسار سطح المكتب. ومنضم افتاح السيف. فارجع الى الباوربوينت. وعندي هيدي الشريحة التانية بغير فقط فيها صورة. انقر باليمين ونختار تنسيق الخلفية. وبنختار تعبئة صورة وبنكر على ادراج من ملف وبنختار الصورة التانية وبنكر على ادراج. تمام? فقط لا غير هذا هو كل شيء مطلوب منك. الان احنا لو شغلنا الشريحة التانية راح يكون معي العرض للشريحة التانية ايضا بهيدة جمالية يا اصدقائي. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء. قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما ما تنسوني من تفاعلكم واندعمكم وزيارتي على قناة حكاية شغف. ودعمي على حكاية لحتى اقدر اني اقدم المزيد. فحتما انتم المعوين الرئيسي والمحرك الرئيسي لهذه الفيديوهات وهذه القنوات. وتفاعلكم رح يساهم بايصال هذه الفيديوهات الى اكبر قدر ممكن من الباحثين او ربما المستفادين من هذه المعلومات. تجزو عني كل خير ان شاء الله. القاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة